موسيقى سبحكم بالخير اليوم الخميس 8 يونيو اليوم الأمار مرفعنا من برش ناري برش القوس والأجواء جيدة وحلوة للأبراج النارية كيف رح بيكون هيدا نهار على كل الأبراج من بلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولو برش الحمل الأجواء رائعة بالنسبة لألك بتناسبك تماما طبعا بكرة هو الأمر بيصير فلمون وبالتالي تأثيراته من هلأ عم تخلق عندك أجواء كتير إيجابية ضرورة تستفيد منها على كل الأصعدي الأكثر حظا 15-16 نيسان أبريل وأيضا مواليد أدار مارس بنتقل لأ برش الثور بالنسبة لألك مولو برش الثور زيحت عنك هالغيني صلى يومين يومين ونصف مزعوج شوي منك كتير مرتاح على وضعك الأجواء اليوم صارت أفضل صارت أريح وقادر تتحرك شوي بحرية أكتر لكن انتبه أنه اليوم يبدو كأنه في مسألة فاتورة معينة ورقة معينة عم تشتغل عليها الأكثر حظا 23-24 نيسان أبريل كمل مع برش الشوثاء بالنسبة لألك اليوم مولو برش الشوثاء أنت تقع اليوم تحت تأثيرات الفلمون يلي بكرة بيكتمل بكرة الظهر تقريبا وبالتالي أنت اليوم حاسس بشوية تنشن شوية قلق في الأجواء وحاسس أنه الجو متقلب ومنك مرتاح مية بالمية كل شيء مطلوب منك تركز تبعد عن إثارة المشاكل وما تطلع برات الموضوع يعني إذا ما نطلب منك رأي أو موضوع تحكي فيه ما تحكي فيه إذا رايح على مطرح معين ما تشتت أفكارك وتبلش تروح وتخترع طرقات جديدة الأجواء اليوم تطلب منك أنه توظف الطاقة الكبيرة إيجابية بتريحك 3 و 4 زيران يونيو كمّل مع برش السرطان اليوم النهار بيطلب من مولود برش السرطان أنه يكون ويعي أكتر على صحته على شغله على ترتيبه اليومي للأمور على الأولوياته اليومية عارف حاله هالأسبوع شو هي الأهداف أنت تقع تحت تأثيرات الفلمون يلي هو الكوكب يلي بيحكم برشك وبالتالي مش غريب تكون أنت أكتر الأبراج متقلب الطباع مثل الأمر أطواره متقلبة ومختلفة هيك مولود برش السرطان فما غريب اليوم تكون متقلب الطباع الأجواء اليوم بتحسها أنه نوعا ما عم تزعجك تقيل شوي فحاول تخدها بهضامي حاول تخدها بخفي وحاول تخدها أنه ما في شي سلبي ومش بالضرورة يكون في شي سلبي لكن انتبه على مسؤوليتك ومسؤوليتك تجاه حالك أيضا لكن يلي لازم ينتبه ضروري ينتبه من تأثيرات كوكب المريخ ضغطة هو مولود 22 إلى 25 هزيران يونيو مكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد هالأمر البدر يلي عم بيكتمل بكرة رائع عليك تأثيراته رائعة كل شي حلو فيك بيبين يعني بيبين الخصال الحلو فيك ما حدا بيقش أخطائك كل شي تقريبا بيمرو ما حدا بينتبه له هالأمور إذن بتخلي مولود برش الأسد يكون من الأشخاص المحسوسين وبالتالي بيبق عليك أنت تعرف كيف بدك توظف هالتأثيرات الحلوية لصالحك الأكثر حظا كلكم محسوسين بشكل خاص 19 إلى 21 أب أغسطس بنتقيل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء تأثير هالفولمون عليك منه كتير على زوءك بتحس وكأنه هالفولمون تطلع بتتفرج بتشوف أنه يه في فولمون بتحس حالك أنك من جوا مزعوج ومضيق ومعصب وفرسريتد محبط مش لأنه الأمر فولمون كل شهر الأمر فولمون تأثيره مختلف على كل الأبراج هالمرة تأثيره نوعا ما مزعج عليك بعصبك شوي بخليك تحس أنه أنه في شي مش ظابط أو في شخص مش ظابطة العلاقة معه أو في نوع من انقباض أو يمكن في عندك مسؤوليات كبيرة بالبيت ويمكن حتى مولود برش العذراء يكون في عنده مسؤوليات اتجاه العيلي هناك حظ عدم وليد 24 إلى 28 أب أغسطس كمل مع برش الميزان مولود برش الميزان ما بيتهدى تحت تأثيرها الفولمون وبرجع بكرر الفولمون كل شهر مختلف على كل الأبراج مش نفس الشي دايما 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 بسمع فيه الناس بقولولي دايما بس ما يكون الأمر فولمون أنا بحس هيك 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 هذا الشي مش صحيح فلاكيا كل فولمون له تأثير مختلف له نكهة مختلفة هالمرة عند مولود برش الميزان تأثيراته رائعة رائعة جالب الحظ وجالب الأخبار السارة هذا المفروض يكون هو التحليل الصحيح الفلكي لتأثير لهالأمر المكتمل وبالتالي حذر حالك في حركة في نشاط في تقدم كتير والأكثر حظا بشكل خاص 6 و7 أكتوبر 21 بنسألة برش العرب بالنسبة لبرش العرب تأثير هيدا الفولمونة عليك وكأنه عم بيقلك فرجيني اديش معك ادي معك مصاري شو هنالعلمات انت تلميذ مخبّة العلمات ما بدك تفرجينيهم لأهلك اليوم في محاسبة اليوم في محاسبة ما في شي بيهرب اليوم وبالتالي ضرورة تكون شفاف في التعامل مع الأمور القانونية الإدارية وغيرها هيدا نهار يمكن يكون في بعض المصاريف المصاريفية تكون صحية وإدارية بيظلوا المولود الأنشط مولود أكتوبر تشرين الأول بنتين لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس الأمر ببرشك الأمر فولمون مكتمل هيدا معنيتا انه العلاقات كل العلاقات بشكل عام هو العنوان العريض لي مولود ببرش القوس اليوم وبكرة ويمكن للأسبوعين المقبلين ولكن لأنه الأمر ببرشك كمان له علاقة بتحديد مسار انت اللي بدك تاخد القرار وكأنه في ضوء أخضر في صفحة جديدة في طيل صفحة مش ضرورة صفحة يكون فيها كتير إشي يمكن لي علاقة يمكن وصلت لقناعة وكأنه ضوّت فكرة براسك وقتنعت أوه عم تشوف الأمور لأول مرة وهي موجودة كل حياتة قدامك لكن ما كنت عم تقتنع مشان هيك بيجي أشخاص بيقولولك قلت لكم كنت عم بقل لك كنت عم بقل لك كنت عم بقل لك وأنت ما كنت شايف شو عم بيصير هالأمور لما نحن منصح عليها هي لما يكون الأمر موجود ببرشنا وهلأ دوروا مولود برش القوس الأكثر حظا أكيد هو مولود نوفمبر أيضا 19-20 ديسمبر وكونوا حاضرين 16-17 ديسمبر كمل مع برش الشدي مولود برش الشدي هيدا الأمر المكتمل هالمرة هالشهر عم بيقلك عود عائل هيدا الأمر بيقلك ما تتحرك هيدا الشهر بيقلك هيدا الأمر بيقلك ما تاخد قرار بيقلك عود عائل ما تتفلسف كتير ما تتحرك كتير ما تكون رأس حربي في تأخير انتبه يمكن يكون فيه أيضا وعكة صحية أو يكون فيه التباسات بشكل خاص عند مولود 19-19 كانون الثاني يناير وموليد ديسمبر بنتقل لبرش الدلو مولود برش الدلو هيدا أمر كتير حلو بالنسبة لألك هيدا الأمر بيخليك تكون انت فعلا المحرك انت المحفز انت الناشط في أي محيط أجواء كتير حلوة بترافقك استفيد منها اليوم وبكرة أيضا أجواء كلها حظ وكلها تقدم وما في أي سبب لتقول ان الحظ معاكسك اليوم ولا بكرة الأكثر حظا 2-3 شباط في براير كمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت هيدا الأمر المكتمل بهيدا الشهر رح يزعشك بهيدا الشهر ما رح يخلي شي مخبة هيدا الأمر رح بضوي على كل المسئوليات وكل المهمات اللي انت خايف منها أو مخباها أو عم تتجاهلها وبالتالي رح بتحس حالك انت تحت الضوء سواء مع العائلة مع الأهل سواء كان بالشغل أو سواء بمسألة إدارية أو قانونية على الأرجح في مسائل عائلية رح بتبين بيظلوا الأوفر حظا نسبيا مولود شبهات فبراير بختم مع مولود اليوم مولود اليوم يقع تحت أثيرات هالفلمون ومكمل معك هالفلمون على كال هيدا السنة هيدا الفلمون عنوانه العلاقات الخاصة والعلاقات العامة العلاقات هي ارتباطات فيها تكون شغل فيها تكون ارتباط زواج فيها تكون ارتباط يمكن بجمعية وبالتالي احتمال انه تكون هيدا السنة محطة لحتى تنتبه لكل أنواع الكونترياتي اللي انت بتمضيها وانتبه ما تمضي على اي شي منذ ما تستشير اهل القانون قبل حزيران يونيو اكتوبر شباط فبراير هني اهم الاشهر الى اللقاء بكرة ابراج جديد